عايز اعلك على حاجة. الحكاية بتات احمد حجازي تحديدا. هخدها معك بزاوية تانية. لو كابتل حسن محسن شايف ان احمد حجازي ممكن ما يبقاش ليه دور كبير الفترة الجاية تقدم العمر ربما شايف انه فيه لعيبة تانية بقيت اصغر سنة ممكن يبقوا مباشرين. كان فيه عمر فايت في المنتخل اللي بس ما نضمش. التعامل مع احمد حجازي من الاول للاخر كان المفوض يبقى عامل ازاي? سوا في القصة دي في وقتها او ما قبل هزي بس. خلينا نتكلم الاول ان فوز منطقة مصر بالثلاثية ده تصفيات بالظروف دي بالحاجات اللي قلنا عليها كتير او دي. ده يعتبر انجاز على مستوى النتيجة. وده وده حاجة تحسب للجهاز الفني ولكابتن حسن طبعا يعني. الجزء بتاعت احمد حجازي انا شايف ان من البداية طبعا علوم فيها الكابتن حسن وكابتن امراهيم حسن. مليون في المية. ليه? اه مش عايزو ميزعلو مني يعني ولكن انا بنتكلم في الشغل مش بتكلم على الاشخاص. لان احمد حجازي من اللاعب الكبيرة. منطقة مصر هو اه تاني اه كابتن. ام. لو انا مش عايز احمد حجازي اه من البداية او ما او او محتاجه لسبب ما غير الكورة. لان انت ممكن لعبك كبيرة سعد. كان ممكن كابتن حسن حسن يجيب احمد حجازي من البداية خالص. ام. قبل ينجيه حتى في المطشاط الودية وما يلعبش. ما هو ما هو واضح ان هو برا تفكيره فنيا. ام. يعني انا الاولى للعيب الكبير ده اه تكريما اللي اسمه وكان احمد حجازي من من اللعيبة اللي مع امرهاش سمعا عنه في مشاكل خالص. صح صح. خالص. لا برا ملعب ولا جاء الملعب وراجل الخلوخ وراجل في حاله تماما. صح قوله بورفايل ما بيزهرش كتير ما بيتكلمش. بزبط. وكان بيعادي مع منتخب مصر بشكل منتظم جدا. ولعب كبير جدا يعني. فممكن انا كمدير فني ما كونش محتاجه فنيا. لكن ممكن اكون محتاجه برا. ان انا عايزك تبقى موجود كانك جزء من الجهاز. عايزك تلم الفرقة. عايزك انت خبرة اللعبة تسمع كلامك. تشد الفرقة معاك. ككبات الفرقة. وده بيحصل فرقة كتير جدا. درجة دين. فيه اندية ساعات بتجدد للعيبة تكريم ليه يجدد له موسم ولا حاجة. تكريم ان هو بقى موجود فص الفرقة كخبرة وكتكريم لي يعني. فكممكن كابتان حسام حسنا يجيب احمد حجازي من البداية. ويفهمه ده. انت برا دماغي فنيا. ممكن احتاجك لو احتاجتك. ولكن انا محتاجك معايا قخائد للفرقة. تيبقى موجود مع الفرقة كخبرة وككده. فوضح ان ما حصلش تفاهم من البداية. لوضع احمد حجازي ايه. وده يمكن اللي حصل في المشكلة هنا. اللي احنا لحد الوقت برضو مش عارفين المشكلة ايه. برضو خلي بالك برضو عندنا احنا هنا ضباب شواء في الحتة دي. لا انا سألت سألت وتأكدت من الناس في الجهاز الفني ومن اللاعبين. اللي حصل بالزبط انه كان الكابتن حسن محسن وكابتن محسن واقفين. ومعهم الكابتن محمد عبد الوحيد بيفكروا مين اللي هينزل يعني. فالكابتن طري سليمان كان قاعد على الدكة فقام من على الدكة وبيشاور على الساعة بيقول لهم خلاص فاضل ربع ساعة ننزل احمد حجازي. احمد حجازي لما سمع ده والنتيجة مضمونة ثلاثة لاشيء. حس انه يعني خلص انا وصلت المرحلة انه انزل مش يحصل مشكلة لو حجازي نزل يعني فاهم اللي هو ينزل. فهو ده اللي داي هتحايز لما سبع الجملة داي. هيا اللي نرفزيته شوية. يعني ده طبعا مفروض ما 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 يحصلش. ولو حصل ما يحصلش اه ويسمعه احمد حجازي ما ينفعش. كلعيب امتا ما ينفعش. وكلعيب بقيمة احمد حجازي او بخبرة احمد ازي وكابتن للفرقة ما ينفعش يحصل حاجة زي كده طبعا. هش كده ولك من البداية نلوم الجهاز الفني. ان لو فيه مشاورات ما تبقاش قدامي العيبة محدش يسمعها. لان دي طبعا بتبداية العيبة سواء ينزل او يخرج او او هتقفر يعني. صحيح. بس اللي حصل ان لما طلع جهازي قال انه انه حجازي اعتذر. اعتذر وهو اللي طالب انه هو يمشي ده تصريح طلع رسمي. بعد كده نلاقي احمد حجازي بعدها على طول احتلع انا ما اعتذرتش. والجهاز الفني هو المشاني. مم. ده مفوض ما يحصلش. النواية من عند الجهاز الفني وليس يدفعه عن الجهاز الفني. مما كانوا عايزين يقولوا انه حجازي اعتذر عشان يعني مش احنا اللي استبع. يعني حجازي باسمه وكمته احنا ما استبعدناهوش. بس حجازي حسبها حسبة تانية انه وانت مرده كده هتطلعني انها بعتذر عن منتخب مصر. يعني يعني ايه. عشان عرفت انه من جوه كانت رأى كويسة بين احمد حجازي وكابت حسام حسن. بس هي خلاص هي لحظة غضب من الطرفين فوصلتنا لكده. يعني انا شايف ان دي بس يعني اتمنى الحاجات دي انها بتبوز الشكل. انا خارجين من المطشة حلو جدا والناس راضي عن النتيجة ولسه عندنا هنكمل كمان. ما يكون كابتن للفرعة موجود وتحصل حاجة زي كده. ويمكن برضو ده انا اتمنى ان الامور دي نتعمل فيها باحترافية شوية. المنتخب مصر اسم كبير والكرة المصرية اسم كبيرة. الاسماء اللي موجودة اسمها كبيرة جدا. ينفعش تصدر الحاجات اللي هي ما تبقاش مفهومة دي. زي ما حصل بلا كده في كاس افريقية برضو لما صلاح اتصاب. في هذا الجهاز محدش مطلع اي تصريح نلاقي ان يورجون كلاب من اخر الدنيا صلاح جاي لنا عشان هيتعالج عندنا. والمتخب لسه موجود وما طلعش ازاي يورجون كلاب يعرف حاجة زي كده وازاي طلع يصرح بحاجة زي كده ولسه ما طلعش من هنا تصريح. فده حاجات دي دي امور مهمة جدا تتعمل مع مع اسم مصر اسم مصر اسم كبير جدا. صحيح. صحيح. طيب.